صحن من الطمر وصحن من خليط الطماطم والفلفل الحار إضافة إلى كوب حليب إذا وضعوا أمامك فأنت مع أكلة تقليدية تظهر كل موسم جنيل منقر لسكان قصر العتيق بنقوسة ولاية ورقلة أولا حبات طماط وشوية ملح ويمرسوها بالمهرس الخشبي وبعد ديفولها الفلفل الحار ثاني بنفس النهج يكمل يهرسوها بالمهرس ويكوب في إناء يكون عادة من خشب وتسمى بلهجة المحلية توجريت ويقدم مع المنقر والحليب تحضير وجبة ترتقى بوسائل بسيطة وتقديمها كأكلة قبل وجبة الغداء هو ما تميزت به منطقة نقوسة منذ القدم ولزالت ترتقى هي أكلة موسمية خاصة بسكان قصر نقوسة منذ قدم الزمان كان بياتنا صباح يرح يبكر صباح يجنل المنقر وكي يرجع تحضرها نسوة في البيت وتقدم وجبة قبل الغداء طريقة إعداد أكلة ترتقى لسكان قصر نقوسة شبيهة بتريقة تحضير أكلة الزفيطي لو لا الاختلاف في مكونات الأكلة ترتقى هي أشبه بأكلة الزفيطي اللي كان عند إخواننا في الوسط المسيلة والجلفة ولكن هما يستعملوا فيها الكسرة ولكن نحن نديرو فيها غير تلت مكونات هما يستعملوها في فصل الشتاء نحن نديروها في الصيف لأنها مرتبطة بالخضر الموسمية اللي هي الطومات والفلفلة والتي تقدم مع المنقر والحليب بهذا يكون موسم جنيل المنقر مناسبة للعائلات في منطقة نقوسة لتحضير أكلة ترتقى وهي الأكلة التي قد تستغل لتكون باب رزق كل فصل صيف على غرار مطاعم الوجبات التقليدية شكرا